بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بما أننا انتهينا من شرح درس الجذور نبدأ في حل التمارين إن شاء الله طبعا في درس الجذور ركزنا على المعلومات الأساسية التي تحتاجها تبقى المعلومات البسيطة والمعلومات التانوية سوف نكتشفها من خلال حل التمارين إن شاء الله قبل أن أبدأ ملاحظة بسيطة لاحظ يا أحبائي أنكم تقومون بحل التمارين يعني بعشوائية وهذا خطأ أردت أن أنبهكم لهذا الخطأ لا تحل التمارين بعشوائية ليس مثلا درسنا الجذور أفتح الكتاب وأحل أي تمارين لا هذا خطأ دائما اسأل الأستاذ الأستاذ الذي يدرسك في القسم قال يا أستاذ من فضلك ما هي التمارين التي تراها مناسبة كي أقوم بحل هذه التمارين لأن توجد بعض التمارين معقدة أو صعبة أكبر من مستواك تضرك أكثر مما تنفعك لذلك حذاري اختيار التمارين مهم جدا لا أفتح الكتاب وأحل أي تمارين وأقول يجب أن سوف أتعلم الرياضيات لا توجد تمارين معقدة صعبة يعني سوف تشوش على معلوماتك وبذلك تكره الرياضيات وتحس أنك ضعف في الرياضيات ولا تتحسن ولذلك اختيار التمارين مهم جدا قلت لكم في الأول دائما نبدأ بتمارين بسيطة وعندما يتحسن مستوانا لا بأس أن نحل تمارين المعقدة في الأول نركز على التمارين البسيطة والتمارين التي تأتي في شهد تعليم مطاوسة نركز على هذا النوعين فقط إذا تحسن مستوك وأصبحت جيد في الرياضيات يمكنك أن تحل تمارين أخرى طبعا دون أن أطيل أذهب مباشرة إلى حل تمارين طبعا لا تقول يا أستاذ لماذا اخترت هذه التمارين كنت أقول لك أنا أختار تمارين بسيطة وفيها معلومات نحتاجها وتأتي في شهد تعليم المطاوسة نبدأ بالتمارين رقم 4 صفحة 26 هو تمارين بسيط لكن فيه معلومات رائعة يعني إذا قمت بحل هذا التمارين أعرف إذا كنت فاهما لدرس الجذور أو لا ربما طرحه تمارين بسيط لكن فيه معلومات رائعة في الصاميم الآن قال لنا عفوا أكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل عدد طبيعي أعطانا أعداد وقال لنا هذه الأعداد أكتبها على شكل عدد طبيعي أول عدد قال لنا جذر ناقص 1 أو 2 أو جذر ناقص 1 مربع الآن توجد معلومة شائعة ما هي؟ يقولون الجذر يذهب مع المربع ويبقى العدد وانتهى الأمر لا حداري هذه معلومة شائعة ولكنها معلومة خاطئة لماذا معلومة خاطئة؟ هنا هذه المعلومة لو كان هذا العدد هو عدد موجب لا بأس لو كان مثلا جذر 5 مربع لا بأس تقول المربع يذهب مع الجذر ويبقى 5 لا بأس لو كان العدد موجب لكن عندما يكون هذا العدد سالب لا حداري حداري هذه الطريقة خاطئة تقول يا أستاذ كيف نجيب؟ عندما يكون عدد سالب أحسبه لا تقول الجذر يذهب مع المربع نحسب عادي لدي ناقص 1 أس 2 نساوي 1 كيف عرفت أنه يساوي 1؟ عندما يكون لديك الأساس سالب الأساس ناقص 1 نسميه الأساس والذي هنا نسميه الأس عندما يكون الأساس عدد سالب ماذا تفعل؟ تنظر للأس هذا إثنان أس إثنان إذا كان هذا الأس عدد زوجي تكون النتيجة إشارتها موجبة أنا أتكلم عن الإشارة ليس على الأعداد الأعداد تحسبها بالأهل الحاسيبة وانتهى الأمر أتكلم عن الإشارة إذا كان هذا الأس عدد زوجي تكون إشارة الناتج موجبة وإذا كان هذا الأس عدد فردي مثلا لو كانت هنا ناقص 1 أس 3 ثلاثة عدد فردي يكتكون النتيجة سالبة يكون نقص واحد لكن لأن الأس زوجي كانت النتيجة موجابة يساوي جذر زائد واحد وجذر زائد واحد ماذا يساوي يساوي واحد قلت لكم هذا التمرين هذا التمرين في ظاهره يبدو أنه بسيط لكن فيه معلومات قيمة تفيدنا كثيرا نفس الشيء هنا قال لك جذر ناقص واحد أس ستة نفس الشيء عندما يكون العدد سالب لا تقول لي الجذر يذهب مع المربع لأن ستة هي ثلاثة في اثنان لا دعك من هذا الكلام نحسب قلنا كيف نحسب الجذر يبقى كما هو قلنا إذا كان الأس سالب عفوا إذا كان الأس سالب ننظر للأس الأس ستة ستة عدد زوجي مدام زوجي تكون النتيجة إشارتها موجابة أتكلم عن الإشارة الأعداد سهلة نأخذ الأل الحاسبة بالأل الحاسبة واحد ستة يساوي واحد نحن هنا تهمنا الإشارة الأعداد سهل وجذر واحد يساوي واحد مثل المثال الذي قبله مثال آخر هنا مثلا قال لك جذر ناقص ناقص تسعة وأربعون لا تقول لي يا أستاذ أنت قلت لنا ما داخل الجذر لا يكون سالب دوما موجب هذا عدد سالب هذا عدد سالب هذا حذاري ليس أعداد سالبة صحيح أن ناقص واحد هو عدد سالب لكن ناقص واحد أس اثنان هو عدد موجب صحيح أن ناقص واحد هو عدد سالب لكن ناقص واحد أس ستة هو عدد موجب صحيح أن ناقص تسعة وأربعون هو عدد سالب لكن ناقص ناقص 49 ناقص في الناقص يساوي زائد هو عدد موجب لذلك من هذا التمرين ماذا نستفيد معلومة ما داخل الجذر مستحيل يكون سالب دوما هو عدد موجب وما دام ما داخل الجذر دوما موجب النتيجة أيضا سوف تكون دوما موجبة لذلك حداري تقول يا أستاذ دائما ما داخل الجذر موجب ودائما نتيجة موجبة وإذا كان سالب ماذا نفعل لا تفعل شيء تقول له غير ممكن لأنك في الرابعة متوسط ما زالت لدينا دروس ندروسها في التانوي لا نتكلم عنها الآن المهم في الرابعة متوسط أنت مستحيل أن يكون ما داخل الجذر سالب لا بأس أن يكون خارج الجذر سالب مثلا ناقص جذر واحد لا بأس أن يكون سالب خارج الجذر لا بأس لكن داخل الجذر مستحيل هذا التمرين وأرجو أن نكون قد استفدنا منه الآن أذهب إلى تمرين آخر فيها أفكار جيدة أيضا التمرين رقم 12 ماذا يقول التمرين رقم 12 انظروا هذا هو التمرين رقم 12 يقول حل كل معادلة مما يلي هذه المعادلات حل هذه المعادلات طبعا أنا لن أعيد شرح الدرس لماذا؟ لأنني قبل أن أحل التمرين دائما أشرح الدروس بالتفصيل معناها الذي لم يفهم الدرس أو الذي لم يرى الدرس يمكنه العودة إلى الدرس يفهم جيدا ثم يأتي لحل التمرين أنا دائما قبل أن أحل التمرين أشرح الدرس جيدا قال لي حل المعادلة التالية XS2 يساوي 2 طبعا شرحت في الدرس كيف نجيب نقول إما X يساوي جذر 2 أو X يساوي ناقص جذر 2 مشروحة في الدرس لماذا نقول جذر 2 لماذا نقول ناقص جذر 2 لماذا 1 موجب 1 سالب كل شيء مشروح في الدرس ثم قال لي هذا المثال الأول المثال الثاني قال لي X مربع يساوي 1 حل المعادلة نفس الشيء نقول له إما X يساوي جذر 1 ويساوي 1 أو X يساوي ناقص جذر 1 ويساوي ناقص 1 الآن تقول يا أستاذ يوجد شيء لم تشرحه في الدرس ما هو هذا شيء هنا تكتب جذر 2 وتتوقف هنا تكتب جذر 1 وتكمل وفي بعض الأحيان مثلا X مربع يساوي 4 تكتب X يساوي جذر 4 ويساوي 2 تكمل إما X يساوي جذر 4 ويساوي 2 أو X يساوي ناقص جذر 4 ويساوي ناقص تقول يا أستاذ نلاحظ أنك في بعض الأحيان تكمل وفي بعض الأحيان لا تكمل لماذا يا أحباي توجد أعداد أن نقول عليها أنها تملك جذر تام أعداد نقول عليها تملك جذر تام مثلا أقول لك 9 يملك جذر تام ما معنى هذا الكلام معنى 9 إذا وضعت له الجذر جذر 9 كم يساوي يساوي 3 يملك جذر تام معنى أجد النتيجة عدد طبيعي أو عدد بالفاصلة منتهية أو عدد عشوري طبيعي أو عشوري هذا معنى جذر تام لكن هذا هذا العدد 2 لا يملك جذر تام ما معنى لا يملك جذر تام لو نقسمه بالآلة الحاسبة نجد عدد بالفاصلة غير منتهية لا أستطيع أن أكتب هذا العدد لأن فاصلته غير منتهية إلا إذا طلب مني بالتقريب أو بالتدوير إلى الوحدة أو بالتدوير إلى واحد على عشرة لو طلب مني التقريب أو التدوير أستطيع لكن في هذا التمرين لم يطلب مني قال لي حل المعادلة فقط إذن لا أستطيع أن أكتبه جرب جذر 2 بالآلة الحاسبة تجد عدد بالفاصلة غير منتهية لذلك لا أكتبه بينما توجد أعداد لديها جذر تام مثلا جذر 1 يساوي 1 جذر 4 يساوي 2 جذر 6.25 يساوي 2.5 مثلا لو حسبت جذر 6.25 تجده يساوي 2.5 هو بالفاصلة لكن الفاصلة منتهية هذه الأعداد نقول عنها تملك جذر تام أكتب النتيجة لكن أعداد لا تملك جذر تام لا أكتب النتيجة أظن مفهومة ثم قال لي حل المعادلة التالية x مربع يساوي ناقص 1 طبعا لا نستطيع تقول له غير ممكن لماذا غير ممكن لا يوجد عدد تربعه وتكون النتيجة سالبة مستحيل لا يوجد x مربع ما هو هو x في x x في x ما معناه معناها عدد في نفسه أعطيني عدد في نفسه يساوي ناقص 1 لا يوجد غير ممكن تقول يا أستاذ يوجد ناقص 1 في ناقص 1 ناقص في ناقص ماذا يساوي يساوي زائد مستحيل لا يوجد عدد نضربه في نفسه تكون إشارة سالبة لذلك x مربع يساوي ناقص 1 قل له لا يمكن لأنه لا يوجد عدد مربعه عدد سالب الآن الآن فهمنا هذه الأمثلة الآن الأمثلة التي تكون بالكصور مثلا يقول لك x مربع يساوي 1 على 4 كيف تقول يا أستاذ كيف نحل هذه الأمثلة بنفس الطريقة إما x يساوي جدر 1 على 4 ويساوي هنا كان لدي عدد 1 فقط جدر 4 حسبته هنا لدي عددين أحسب كل واحد لوحده جدر 1 يساوي 1 جدر 4 يساوي 2 بسيطة لديك عدد أحسب عدد لديك عددين أحسب عددين أو x يساوي ناقص جدر 1 على 4 ويساوي ناقص 1 على 2 ماذا قلت لكم في التمرين الصابق قلت لكم هذا السالب مستحيل نجده داخل الجدر إذا احتجت السالب أين أضعه أضعه خارج الجدر مستحيل يكون داخل الجدر مستحيل ثم مثال آخر قال لي x مربع يساوي جدر 48 x مربع يساوي 48 على 49 قلنا نفس الشيء ماذا نقول نقول إما x يساوي جدر 48 على 49 ويساوي تقول يا أستاذ هناك مشكلة أخرى هنا مثلا جدر 1 على 4 جدر 1 يساوي 1 جدر 4 يساوي 2 تقول لكن هنا يا أستاذ توجد مشكلة جدر 49 يساوي 7 لكن جدر لا يملك يعني الفاصلة غير منتهية وأنت قلت لنا لا أستطيع هنا هنا توجد هنا توجد حالتين الحالة الحالة الأولى يمكن أن تتركه كما هو جدر 48 لا أستطيع حسابه وجدر 49 يساوي 7 هذه الحالة الأولى الحالة الثانية ما هي أنك تبسط هذا الجدر تبسط هذا الجدر لا تقول يا أستاذ كيف نبسط الجدر قلنا كل شيء كل شيء مشروح في الدروس لا تقول كيف أبسطه أقول له ويساوي أنا أكمل على هذه الآن قلت يمكنك أن تركه كما هو يمكنك أن تبسط جدر 48 ماذا يساوي 48 16 في 3 لماذا اخترت 16 ولم أختر عدد آخر موجودة في الدرس ويساوي جدر 16 يساوي 4 جدر 3 لا أستطيع أن أحسبه الفاصلة غير منتهية على 7 يوجد حالتي أن تتركه كما هو أو تبسط الجدر ثم دائما يعني يوجد حلين حل موجب وحل سالب هذا إما أو x يساوي ناقص 4 جدر 3 على 7 دائما المعادلة من الشكل x مربع يساوي بتملكه حلين حل موجب وحل سالب يعني أظن أن الذي يركز جيدا ويقوم بحل التمارين أظن أنها بسيطة ومفهوم لا أطل أكثر منها كذا بالتوفيق يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر